اشتركوا في القناة يدعي الى اجتماع امني مصغر مقتلوا 35 شخصا في غارات بالتحالف الدولي شرق سوريا وقوات التحالف تتهم تنظيم داعش الارهبي باستخدام المدنيين دروعا بشرية اهلا بكم من جديد عقدة لجنة المصادرة راجعة بالنظر الى وزارة املاك الدولة وشؤون العقارية ندوة صحفية اعلنت فيها عن مصادرة ممتلكات عدد من رجال الاعمال من بينهم الموقفون في اطار مكفحة الفساد وهم على التوالي ياسين الشنوفي شفيق الجراية نجيب بن اسماعيل علي القريري منظر جنيح هلال بن مسعود كمال بن غلام فرج منجي بن رباح اكد وزير صناعة وتجار زياد العذاري في ندوة صحفية عقدها اليوم ان المنتوجات الغذائية متوفرة بكميات معقولة دون تسجيل اي اشكاليات في التزويد واعلن ان اسعار الخضر والغلال في انخفاض وانه تم امضاء اتفاقيات شراكة مع المساحات التجارية الكبرى للضغط على الاسعار وبيان العذاري انه سيتم تججيد الرقابة خلال شهر رمضان بتعزيز فرق المراقبة الاقتصادية الحمد لله الانتاج في كل المجالات مش يكون متوفر وبالكميات المطلوبة والمعقولة والضرورية وبالتالي معناها معناش مشكلة في التزويد حتى منتوج من منتوجات هذا الحاجة الثانية هو انه الاسعار معناها ايضا هي في منحة تنازلي كما شفته في الاسابيع الاخيرة وكننا اعلن عليه وكانت كثير منكم تابعوه وعينوه على مستوى الاسواق نحب نأكد ايضا انه هذا المنح التنازلي للاسعار سيتواصل في المرحلة القادمة في شهر رمضان وبعد شهر رمضان وبالتالي اصناف الخضر والغلال الصيفية مش تكون في متناول التوانسة وباسوام معقولة ومش تكون اسوام مستقرة في عدد من المواد خاصة بنسبة اللحوم والبيضة الفوج 52 طلاء بحرية باسفاقس تتعدد مهمه بالمنطقة الساحلية الممتدة بين الشابة والاكتفل التصدي للقوارب المشبوهة والمشاركة في عمليات ذات طابع عام والمشاركة في الحرب على الارهاب وتأمين المنشآت البترولية وفي زيارة الى مقرهم باسفاقس تابعت كاميرا الاخبار عرضا لسلسلة تدريباتهم المختلفة فوهات رشاشات مصوبة نحو الهدف المحدد قوات الفوج 52 طلاء بحرية باسفاقس على أهبة الاستعداد للرصد والتفتيش والصد الهجوم سريع والجاهزية لم تترك أدق التفاصيل لإيقاف الباخرة المشبوهة لتكلل العملية بنجاح هي مشاهد لعملية تدريب بيضاء في عرض السواحل التونسية الممتدة موسيقى بفضل الجاهزية العملياتية والميدانية والبدانية للأفراد اسمح للفوج هذا رغم السيغة بسنه بتاعه بشيشارك في معظم العمليات اللي صارت مش عام بالبنجردين وساهم زادة في مكافحة التهريب وخاصة بحر في منطقة الكتف اللي هي المنطقة الحدودية مع ليبيا في مقرهم أيضا الفوج 52 طلائع بحرية بسفاقس بضباته وجنوده يتدربون يوميا على كل أساليب القتال بحرفية عالية موسيقى هي تدريبات براسكي يوميا قاعدين يقوم بها الفوج للتحضير الأفراد للمهام اللي يقوم بها كما نقول تفتيش السفينة والاقتحام معناتها أماكن مشبوهة أو كما شفتوا النزول بالحبال من المروحيات وإلا من الأماكن العالية هذه تدريبات براسكي يوميا القتال زاد وجه لوجه القتال بالذخيرة الحية في تمارين مشتركة كسواء مع جيش البر ولا مع جيوش أخر وتبقى الإرادة واليقظة والجاهزية سلاحهم الأول لصد كل الأياد الغادرة التي تفكر في تهديد أمن كل شبر من أرض تونس واستقراره ونبقى في اسفاقس لكن في شأن آخر وحدة فندقية نموذجية جديدة بعاصمة الجنوب من شأنها أن تجعلها وجهة لسياحة الأعمال والندوات على مرمى البصر من معرض اسفاقس الدولي ومن وسط المدينة يستعد هذا النزل الجديد ليضع لمسة مختلفة على اسفاقس كوجهة لسياحة الأعمال والندوات دينا بالارشتكتور موديرن الارشتكتور هاي تيك كما موجودة في ماليزيا وفي دبي خرجنا على العادي والكلاسيكي الموجود في تونس يعني عملنا يعني أحدث التكنولوجيا بتاع الاتصالات في الليسال في السنتر دي كونغوري وفي قاعد الاجتماعات اسفاقس تنقصنا منها وطلة من النوع هذية وحنا وقت اللي تصير معارض ولا تصير منها تظاهرات ديما منها نحيره حتى في الناس ومشين بعض منهم بيتهم بعد نبعثهم من مهدية النزل الجديد الذي ينتمي لفئة الخمسة نجوم ضمن سلسلة عالمية وصف بأنه أحد أكبر الاستثمارات في الجهة خلال السنوات الأخيرة من حيث كلفته التي فاقت الثلاث مليون دينار ومن حيث مواطن الشغل التي سيوفرها والتقنيات الجديدة التي تجعله مواكبا لأحدث مواصفات نزل الأعمال في العالم إن شاء الله قررنا بإذن الله البرنامج يجتعنا وإن شاء الله الأيام الطبية الخامسة المؤتبرنا الدولي بشيكون إن شاء الله في نزل هذا بصراحة يستجيب لكل المتطلبات ومواصفات مسبل المؤتمر المتعنا من سال بلينيار الصالة الكبرى متع الاجتماعات ومحاضرات من سال متع الوارشية التطبيقية هنا نعتبر أوتيل ذو خدمات صحية نشوف أنه معناها الخدمات تكون صحية فيه أي معناها الزبائن والحرفاء يأتوا من كل العالم من خاصة البلد الأفريقية لكلها يأتوا هنا واسفاق سنشوفها أنها عاصمة صحية فيها برشة أطباء فيها برشة اختصات فيها برشة مساحات مبادرة خاصة لامست روح المغامرة لم تغب فيها الصعوبات ولن تتوقف عن مواجهة تحديات مختلفة لعل من أبرزها مطار محدود النشاط والوجهات أنهى وفد برلماني أوروبي زيارة إلى تونس استغرقت ثلاثة أيام عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمجتمع المدني واطلع على مشاريع قيد الإنجاز يتم تمويلها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ختم زيارة استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها عدة شخصيات واطلع على مشاريع مختلفة قيد الإنجاز بتمويل أوروبي في مجال العدل والتربية وإعادة التهيل الحضري وإزالة التلوث حدث الوفد البرلماني الأوروبي عن ما لحظه من ديناميكية في الشعب التونسي والتوقيه إلى تحسين البلاد هي طريقة لنبرز رغبتنا في دعم تونس وفي مرافقتها في المسار الذي تسلكه منذ بضع سنوات خاصة في مجال الديمقراطية وأيضا في مجال النمو الاقتصادي والأمن ومكافحة الإرهاب والقضاء على بطالة الشباب نحن سعداء أيضا أنه ليس هناك دعم مالي فقط بل حوار سياسي على مستوى المؤسسات مع المستثمرين ومع المؤسسات المالية وكذلك المجتمع المدني حوار سيعتدفعا للإصلاحات الاقتصادية الوفد الأوروبي شدد على أهمية الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتونس لتنسيق الجهود في ظل عدة تحديات مشتركة ولمواصلة برامج المساندة خاصة مع التزام منذ مؤتمر تونس في البرلمان الأوروبي نحن بصدد العمل على المخاطط الخريجي للاستثمار وهو مخاطط يهدف إلى دعم الاستثمارات خاصة في القطاع الخاص ما يعني توسيع حجم التعاون الأوروبي التونسي على الميدان في كل الجهات وفي كل القطاعات للشباب وللمرأة فتكون بذلك المساندة شاملة في خطاب الوفد الأوروبي تأكيدون على أن الدعم مشدد لتونس لتأخذ المبادرة في برنامج التعاون حتى تكون الاستجابة أحسن لحاجيتها نظم التلهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ورشة عمل دولية من أجل الأعداد لمشروع قانون أساسي جديد لحماية المعطيات الشخصية في خطوة تهدف إلى تطوير القانون الحالي على نحو يتماشى مع المعايير الدولية قانون حماية المعطيات الشخصية في صيغته الحالية لا يتماشى مع المعايير الدولية المسألة ستعدى ترحى مشروع قانون البديل لتطويره على نحو نوسع من الضمانات التي يفترض أن يتضمنها هذا القانون قمنا بالمسادقة على مشروع قانون الاتفاقية 188 للمجلس أوروبا حول الإضافات التي تتم في حماية المعطيات الشخصية وكان تصويت تاريخي لأنه تم تصويت بالأجماع في مجلس نواب الشعب حول الاتفاقية هذه والبروتوكول الاختياري يمتاحها اليوم نشتغل على قانون جديد للحماية المعطيات الشخصية يعوض القانون 2008 فيه كل الضمانات الموجودة في الاتفاقية مستوى الدولي تغيرت المعايير وتغيرت التكنولوجيا تتقدم برشة والمعالجة المعطيات الشخصية تطورت بطريقة مهولة في العشر سنين الأخرين خلق أنه معاش النجم نكتفيه بتعديل القانون 2004 لكن إصدار مشروع جديد ويعتبر المشاركون في هذه الورشة الدولية أنها معاشر جيد لتعزيز النقاشات فيما بينهم من أجل تطوير منظومة المعطيات الشخصية هذا المقرر الخاص يحب يعمل معاهدة دولية دم كل دول العالم هذا في التمشي متاعه هو إرساء أو تنظيم ورشات عمل بشي يفهم في كل جهة من العالم شنية الثقافة الموجودة من حماية المعطيات الشخصية وشنية الانتظارات من ترف المختصين في المسألة هذه والمجتمعات المدنية إزاء هذه التطورات التكنولوجية نحن في حاجة إلى قانون مفصل بشأن حماية المعطيات الشخصية وتونس المنظوية ضمن الاتفاق رقم 8 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص هي نفسها في حاجة إلى قانون مفصل ودقيقة يضمن حماية المعطيات المتعلقة بالحياة الخاصة ووفق وزير العلاقاتهم على الهيئة الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فإن وزارته ستعلد مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية الجديد على أنظار مجلس نواب الشعب في سبتمبر المقبل حقوق النساء بين القوانين والممارسات للشماعية والسياسية بعد دستوري 2014 مثلت موضوع ملتقى نظمته رابطة الناخبات التونسيات الملتقى مثل فرصة لتأكيد على مبدأ المساواة بين النساء والرجال في الهيئات المنتخبة والممارسات الاجتماعية والسياسية وفي هيكلة الأحزاب في تدقيق بين الدستور والقوانين اختارت رابطة الناخبات التونسيات تنظيمة ملتقى حول حقوق النساء بين القوانين والممارسات الاجتماعية والسياسية بعد دستوري 2014 للإجابة على سؤال إلى أي حد تحترم القوانين مبدأ المساواة بين الجنسين لاحظنا أن الأحزاب في مبادئها العامة في نظامها الأساسي في خطابها تنادي جميعا بالحقوق والمساواة بين الرجال والنساء لكننا لا نجد على مستوى الممارسة ما يشير إلى أننا فعلا داخل الأحزاب نقوم بتدريبات أو نقوم بحوارات تهتم أساسا بمسألة المساواة بين الرجال والنساء في المشاركة السياسية مساواة بين النساء والرجال في المجال السياسي أكدت وزيرة شؤون المرأة والطفولة والأسرة نزيها العبيدي أكدت أنها تأتي في إطار التزام الدولة بحقوق النساء في جميع المجالات وتماشيا مع الفصل السادس والأربعين من دستوري 2014 هناك تكوين أكثر توصلنا أكثر من 3000 أسرة في مجال السياسي وهذا يأكد على أن نحن نسير نحو ترسيخ مفهوم الديمقراطية وخاصة الديمقراطية المحلية هذا المهم برشة ودعوة النساء وخاصة الأسر إلى الانتخاب تفعيل ما ورد في الدستور من مبدأ المساواة في الهيئات المنتخبة وفي الممارسات الاجتماعية والسياسية وفي هيكلة الأحزاب كانت أبرز ما نادى به ملتقى حقوق النساء بين القوانين والممارسات الاجتماعية والسياسية بعد دستوري 2014 وفي أخبارنا الدولية نبدأ بآخر التطورات في مصر حيث أعلن مصدر من الكنيسة المصرية مقتلى 35 شخصا في هجوم بالرصاص على أقباط كانوا في طريقهم إلى محافظة المينيا جنوب مصر وكانت وزارة الصحة المصرية أفادت في وقت سابق بمقتل 26 شخصا وإصابة 27 أخرين وأضافت أن مستشفيات المينيا رفعت من حالة التأهب لإصعاف المصابين وفور الهجوم طوقت الشرطة المناطق المؤدية إلى الدير ومشطت طريق مينيا الصحراوي فيما ذكرت وسائل أعلام محلية أن عشرة ملثمين نفذوا الهجوم مضيفة أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا إلى اجتماع أمني مصغر وفي جديد لزمة السورية أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 35 مدنيا على الأقل في غارات شنها التحالف الدولي مساء أمسي على مدينة الميدين التي تسيطر أو يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي شرق البلاد في حصيلة شهرية للقتل بنيران التحالف وصفت بالأعلى منذ بدء غاراته في سوريا سنة 2014 أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 35 مدنيا على الأقل في غارات شنها التحالف مساء أمسي على مدينة الميدين التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي شرق البلاد وأوضح المرصد في بيان أن طائرات حربية نفذت ضربات بصواريخ متتالية ويعتقد أن هذه الغارات استهدفت نقاط إمداد ومخزن أسلحة لتنظيم داعش الإرهابي ويؤكد التحالف الدولي أن المتشددين يستهدفون المدنيين ويستخدمونهم دروعا بشرية ما يحول دون تجنب وقوع إصابة بين المدنيين وفي هذا السياق دعا مفاوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد دعا القوى الجوية العاملة في سوريا إلى إهتمام أكبر بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين وعلى صعيد آخر أكد الأعلام الحربية التابعة للنظام السوري أن قوات النظام سيطرت على كامل ريف حمص الجنوبي بعد معارك مع مسلح تنظيم داعش الإرهابي وأشارت وكانت الأنباء السورية الرسمية إلى أن قوات النظام تمكنت من القضاء على العشرات من مسلح التنظيم الإرهابي هذا وتحدثت مصادر إعلامية أخرى عن اشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة بجبهات عدافير في دمشق وحلب وحماء مع تواصل ترد الأوضاع الميدانية جراء ويلات المعارك في العراق تتضاعف أعداد اللاجئين العراقيين في دول الجوار العراقي لتزداد معها مأساتهم ويتبخر حلم العودة إلى ديارهم ويحل محله التشرد والضياع والاختراب لا تبدو مأسات اللاجئين العراقيين في الأردن بأفضل حال من أمثالهم من اللاجئين السوريين أو الفلسطينيين في المملكة فرغم مرور أكثر من عشرة أعوام على وجودهم هناك إلا أن قصص المأسات التي تحدث عنها بعضهم تكشف مدى حاجتهم المسا إلى المساعدة والتعرف على احتياجاتهم الإنسانية العاجلة وتقييم أوضاعهم ومدية العون لهم ونتيجة لتفقم الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في العراق فإن أوضاع اللاجئين العراقيين في الأردن ستبقى معلقة إلى حين طالما أن الحلول المطروحة لعودتهم إلى أوطانهم لن تجد قبولا منهم ليبقى الموت الخيار الوحيد بانتظارهم هناك ومع ترد الأوضاع الميدانية في العراق تزداد أعداد النازحين العراقيين هربا من المعارك الضارية في الموصل إذ يتدفق العشرات منهم يوميا سيرا على الأقدام حاملين معهم أمتعاتهم في ظل ظروف مناخية صعبة وقد دعت اليوم القوات العراقية سكان الأحياء التي ما زالت تخضع لسيطرة مسلح تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل إلى مغادرتها عبر ممرات آمنة حددتها لهم وفي سيق متصل أعلن الجيش الأمريكي تحقيقاته خلصت إلى أن 105 مدنيين قتلوا في غارة أمريكية على مدينة الموصل في شهر مارس الماضي وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارة استهدفت قناصة موالين لتنظيم داعش الإرهابي لكنها أسفلت على ما يبدو عن إصابة متفجرات سرعها إرهابي وتنظيم في المكان المستهدف يشارك رئيس الجمهورية البهجية قيد السبسيا اليوم في قمة مجموعة الدول السبع الكبار التي تنطلق أشغالها بمدينة تاورمين الإيطالية ويطقى ملف مكفحة الإرهاب على جدول أعمال القمة التي تستمر يومين ومن المتوقع أن تتبنى أعلانا مشتركا حول سبول مكفحته من الجزيرة الإيطالية السقلية التي تعيش منذ يوم الإثنين الماضي حالة غلاق شبه تامة تنطلق اليوم قمة مجموعة الدول السبع السناعية الكبرى قمة يتصدر جدول أعمالها ملف مكفحة الإرهاب وقضية الهجرة غير الشرعية ملفات يتوقع محللون أن تتوحد بشأنها وجهات النظر من أجل إظهار جبهة دولية موحدة خاصة فيما يتعلق بملف مكفحة الإرهاب سيما بعد اعتداء منشستر الدامي كما ينتظر أن تدور الموضوعات الخلافية بين قادة دول مجموعة السبع حول تحرير التجارة وحماية المناخ وسياسة الهجرة وترى الحكومة الألمانية أن هذه القمة ستكون ناجحة إذا لم يتم اتخاذ قرارات تؤدي لتراجعا عن الاتفاقية السارية وتتأهب في هذا الشأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي وصلت لسيقلية إلى مفاوضات صعبة في ظل مشاركة أربع قادة جدد على غير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية ريزا ماي ورئيس الوزراء لطالي باولو جانتلوني وفي أخبار رياضة يلقي نادي حمام لنف النادي الأفريقي غدا انتلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في الدورة نصف انهائي لمسابقة كاسي تونس لكرة القدم فيما يباري اتحاد بنغردان الترجي رياضي يوم الأحد المقبل في البطولة الامريكية المحترفة لكرة القدم تغلب شيكاغو بولز على دالاس بهدفين لهدف الأسبوع الرابع لمنافسات المجموعة الشرقية شيكاغو بكر بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة بواسطة نيكوليتش ثم تمكن رولون لامام من تحقيق هدف التعادل لدالاس في الدقيقة السادسة قبل أن ينجح ديفيدا كان في تحقيق هدف فوز شيكاغو في الدقيقة التاسعة تهلت الفرنسية كارولين جارسيا للدورة نصف النهائي من بطولة سترازبورغ دولية لتنسى المحترفات إثر انتصارها على تشيكية كريستينا بليسكوفا بمجموعتين دون رد كارولين جارسيا ستباري في الدورة نصف النهائي الأسترالية داريا جافريلوفا المنتصرة على الأسترالية أشلي بارتي ونختم بهذا الخبر يصور حاليا بالحمامات المسلسل السوري أوركيديا وهو من نوع تاريخي الخيالي ويجمع هذا المسلسل نجوما عربي من تونس و سوريا ولبنان والأردن وسيعرض على قنوات عربية في رمضان أوركيديا انتاج درامي سوري عربي ضم جهبذة تمثيل العربي تجربة قيلة بأنها تنأى عن الانتساب السياسي أسست نصقها الدرامي عبر محملي الأسطورة والتاريخ ولتكون كما صرح مؤلفها عدنان عودة فسحة تغازل الفكرة والوجدان العربي وتتوغل في أدق تفاصيله الإنسانية أنه نقدر نقدم عمل ممتع يشوف المشاهد العربي بك من المحيط إلى الخليج وبنفس الوقت يناقش يعني يناقش كيف فيني إلاك يعني يناقش أمور وأفكار وأفكار راهنة أنه راهنية العمل أو معاصرته لا علاقة لها بزمن وقوع الأحداث بمعنى أنه أنت يمكن أن تقدم عمل درامي أو فيلم وسلسل تدور أحداثه في زمن مضى لكنه في واقع الحال هو نناقش قضايا معاصرة أراهنة ومن هون بأعتقد أن المشاهد عادة ما تثير مثل هذه الأعمال ويهتم بمشاهدتها هذا العمل الفني مثل فرصة للممثلين العرب لخوض تجربة فريدة ورغم زخمهم الفني الإبداعي الغزير مثل هذا العمل فسحة جريئة أفاقها فسيحة فكرا وإبداعا الحقيقة من أروع التجارب اللي أنا مريت فيها الأستاذ حاتم علي فنان وهو كمان ممثل يعني مخرج رائع بقود الممثل توجيه الملاحظات كيف بعطيك ملاحظات حتى على أداء الممثل كانت تجربة بالنسبة لي رائعة جدا علي بنور حضر في هذا المؤتمر بصفتيه الفنية والسياسية واعتبر الحدث عودة روح إلى تونس لاستقطاب كبار صناع الدراما السينمائية وتلفزية لما يسمع المنتج الأجنبي أن هناك أجانب هناك سوديين يصوروا أو إيطاليين أو روسي يصوروا يقول لما لا أنا بش نرجعش إلى تونس لأننا نحن في تونس عنا عنا التقنيين عنا الحرفية وعنا التقس وعنا المناخ يعني والجغرافية اللي هي أتركتيفة اللي هي جذابة جدا ويذكروا أن هذا العمل قد صور في تونس وفي رومانيا وبلغت حجم اعتماداته المالية خمسة مليون دولار وصور في حوالي ثمانين يوما للعرض في شهر رمضان الكريم ختموا أنشر مشاهدين وهذا التذكيرون بأبرز عنوينها وزير الصناعة والتجارة يؤكد انخفاض أسعار الخضر والغلال خلال شهر رمضان وتوفر الانتاج وتجديد الرقابة في الأسواق هجوم بالرصاص يستهدف أقباطا جنوب مصر يقع عشرات القتل والجرح ورئيس المصري يدعو إلى اجتماع أمني مصغر مقتلوا خمسة وثلاثين شخصا في غارات للتحالف الدولي شرق سوريا وقوات التحالف تتهم تنظيم داعش الارهابي باستخدام المدنيين دروعا بشرية ونشير مشاهدين إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزاء التونيسية تونيزية تيفي نقطة يان شكرا على المتابعة والاهتمام إلى اللقاء شكرا على المتابعة لك اشتركوا في القناة